اشتركوا في القناة انتابعها بأعمالها بكل شغل زينة في السينما لها مكانتها اللي ما ينافسها عليها أحد تلقائيتها وعفويتها زينة كسرت السينما بدخولها هالعام انتابعها بمسلسلها الجميل جمع سالم لابنعرف شنو راح تسوي الدكتورة مريم في باجي حلقات جمع سالم فعلا زينة من نجوم المصر المتميزات في اطلالتها على الشاشة وحتى على السينما المصرية بصراحة مصر يعني من الدول يعني هذه الجمهورية الكبيرة هي ولادة للنجوم وحتى النجمات يمكن قدموا العديد من الأعمال في هذه السنة وتميزوا فيها معانا زينة زينة يمكن العمل اللي جمعها على ما يجهزيانا الاتصال العمل اللي راح ندردش ونسولف فيه في رمضان عشرين عشرين اللي هو مسلسل جمع سالم حياتي الله زينة معانا وعيدك مبارك مقدما ومبروك نجاح هذا المسلسل جمع سالم ألو ألو يروح الاتصال ويرجع لنا مرة ثانية على ما يجهزيانا الاتصال بس احنا معاها واحنا سعداء بصراحة في هذا التواصل خصوصا هي طلت علينا هالسنة خلال هذا المسلسل جمع سالم اطلعت ببرنامج مع فيفي عبدو أيضا في رمضان هذا وكان من البرامج الخاصة بالمقالب صحيح وتعورت في نقطة أنا بتكلم فيها يعني دايما لمن يصير في برنامج مقالب أول شيء ينسأل عن البرنامج شنو يا سرار إذا مفابرك ولا لا فاك ولا مو فاك خلاص أصبح المشاهد عنده خط أول بأن أي برنامج مقالب حتى في وايد ناس قاعدة تطرح عليهم أعمال من منتجين أن تكون برامج مقالب يقولك لا يا معود ما بي ناس تتكلم عني أنه هو فاك ولا هو مو فاك ولا جزء منه فاك فالناس قاعدة تختلف بها المقالب ايه أنا بقول لك شغلة بصراحة يعني اللي يشوف حلقة زينا مع فيفي يدري أن الردة فعلها كانت والرجفة اللي هي فيها وكانت قريب أنها تبتشي أو إذا بيتشت وما كان نبين هذا بعد ما ينذرها بينها صد ما كانت تدري يعني شون عرفتني؟ قلت لك من رجفتها وخوفها في الحلقة هي شغلة معنات عيالي تنب علينا أنا مو بادة زرع على فكرة نقول ألو خنشوف معانا زينا عدينا بنحاول زينا يا زينا كل عام أنت بخير ألو أهلا أهلا في الصوت ونتي بخير شلونت يا زينا أهلا الحمد لله سمين من الواحوة ويكل سنة وانت طيبة وانت طيبة صحة وعاك زينا أنت من النجمات اللي لك جمهور كبير في الكويت وأنا متأكدة أن أنت تدري في هذه المعلومة وعلى تواصل دايما جمهورك الكويتي معاك نبارك لك في البداية نجاح مسلسل جمع سالم نتكلم عن ردود الأفعال الخاصة في مصر أو حتى جمهورك في الخليج وتحديدا في الكويت بصي طبعا أنا عارفة اللي انت بتقولي دا كويس جدا والشعب الكويتي ما حدته غانية في قلبي جدا أهل الكويتي من أول الناس اللي حده شهر إنه أنا خطول مخلع حتى عمدت معي يعني كنت لك سمع ومشاهد الأفلام اللي فيها مخطوط علشان الشعب الكويتي بيحبيني فكنت بسى بيقصت صوت للأسف مواضح زينة ما عليه نحن قاعد نحاول بس علشان يكون كلام مش واضح والله قاعد نحاول كثر ما نقدر خصوصا من خلال الاتصال حاولنا أكثر من مرة والكنترول قاعد يحاول أكثر من مرة بمحاولة أخرى إن شاء الله تكون واضحة علشان نقدر نستقل هذا الاتصال هاتفي من الفنانة زينة من مصر ياينة تحديدا رح نطلع بريك وبعدها إن شاء الله ناخذ الاتصال ويكون جاهز وما زلنا مع الفنانة ونجمة مصر زينة نرجع لش مرة ثانية حول مسلسل جمع سالم أنا اللي عارفة إن من شم يوم كان فركش التصوير تأخرت وليه التصوير آه تأخرنا جدا فعلا بس الحمد لله خلالنا علشان طبعا أنت عارفة أزمة الكورونا والوقت الصعب اللي إحنا كلنا بنعدي فيه بالعالم كله فدوقنا أسبوعين عن التصوير وقد كان فيه وقفات تانية فهو ده طبعا سبب التأخير بس الحمد لله الحمد لله إن إحنا قدرنا نقل الحمد لله الله يسهل إن شاء الله نحن نتكلم شوية أكثر عن مسلسل جمع سالم حتى اسم المسلسل شوي غريب خلنتكلم عنه جمع سالم هو زي جماعة سالم جماعة سالم دول اللي هم أولاده اللي هم أولاد سالم يعني فمسمينا جمع سالم باللغة العربية المجموعة بتاعت سالم يعني صحيح عشان الفكرة كلها قيمة على فكرة الأخت اللي بتدور على أخواتها واللي بتلاقي أخواتها واللي بيتفرقوا وهم صغيرين وهي بتبقى متبناء وبتنجح وبتعيش حياتها غير ما بتلاقي أخواتها وبتقف جنبهم وبيقفوا جنبها الفكرة كان بالنسبة لي مختلفة وقوية عبس كل الحاجات اللي بتاحفة دايما بيقولوا الحاجات اللي بتشد اللي هي المنفرة لا الحاجات اللي بتشد برضو الحاجات النعمة الزريفة الحقيقية اللي هي جو العيلة والأسرة والمبادئ والقيم أنا كالنفسة عمل حاجة كده الحقيقة وما صدقت إن أنا لقيت الورقة الحقيقة يعني صحيح يمكن زينا الواحد يقول كلمة تحق بصراحة فيلدراما المصرية دايما يعني تقدم كلمة هو مميز يمكن شوفنا فعلا هالسنة العديد من الأعمال فيلدراما المصرية تتكلم عن أمور مجتمعية جدا مهمة وحساسة بصراحة بتكلم عن برنامج اللي شاركتي فيه مع فيفي عبدو أو شيء يعني ألف لاباس يقولون يدفتش إصابة من هذه الحلقة آه آه أنا وقعت فعلا أنه رجليات فتحت أنا كنت شفاهمة حاجة يعني أنا كنت مش فاهمة حاجة وأنا مش حابة الحلقة صراحة خاصة أوف ليش يعني مش حابة الموضوع خاصة لا 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 مش حابة خاصة بيش عايزة أتكلم على الموضوع ده تحديدا عشان أنا مش حباه وشالوا منه حاجات وتفاهمت غلط في حاجات وكده فأنا بص أنا بالأمانة يعني أنا بحب الشعب المغربي جدا 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 وبموت فيهم فالممثلة اللي كانت موجودة هي بتعمل دور بتمثل دور مش هي دي يعني أنا لما هتتكلمي كويتي بسرعة أنا مش هفهمك صح ولما تتكلمي مغربي بسرعة برضو مش هفهمك صح إحنا لغاتنا سهلة بالنسبة لكم عشان الوطن العرب يكونوا تربع اللهجة اللهجة تفسدين نعم اللهجة بتاعت آه اللهجة بتاعت الأفلام وإنتوا عرفتوا اللهجة بتاعتنا من الأفلام المصرية طبعا السلم المصرية بقالها سنين وثنين فاللغة اللهجة بتاعتنا مستهلة عشان هي سهلة بتتفهم لأ سهلة عشان انت عارفين صحيح عشان إحنا كلنا تربين عليهم صحيح فهي لما كاتت بتتسلم بتورا أنا مفهمتش بتقول إيه أنا الحقيقة روحت البرنامج ده مخطوص آه مبدئيا هيك من الأول خالص أنا روحت برنامج زي ده قالوا لي آه إنه المحطة MBC بترتح في المغرب نعم MBC المغرب زي MBC مصر وكده فأنا بحب المغرب جدا ومن أكتر الشباب اللي بتحبيني الصراحة جدا فقلت لهم الله أنا بحب شعب مغربي وأتمنى إن أنا أعمل لهم حاجة يعني أحب إن أنا أقدم لهم حاجة هلأ ما بحبش البرامج قصني إنت عمرك ما هتلاقيني في برامج أنا بقبل عشر سنين وفي نشر سنة فبطلعش ما بيفرقش معاي صحيح آه عشان البرامج بتأخد مني لإني بتكلم بصراحة والناس مش متعودة إنه يشوفوا الفنان بيتكلم بصراحة هم عايزين اللي يفضل يقول لهم كلام حلوي طول الوقت أنا عفوية جدا فبخسر المهم رفت علشان خاطر الشعب المغربي فالنهاية إن أنا ثلاثة إن أنا مش فهم اللهجة وطبيعي جماعة إن أنا مش فهمها صحيح هو طبيعي على فكرة صحيح زين إحنا بطبع كل واحد بيغير على بلد ولهجيته وأنا بحترمهم جدا من الحياة وبحبهم وبقدرهم جدا صحيح إحنا إنه بنتكلم عن يعني هذا كلامك يثبت بأن أنا ما بيتكلم عن البرنامج هذا أنا بتكلم بشكل عام كل برامج الكاميرا الخفية بأنه مو مو الكل مفبرك يعني أنا شنو أقصد إنه مثلا يكون عندك برنامج هل أنتي لو يتلك فرصة بأن الشركة تقول لك والله تعالي يا زينا رمضان اللي قاي أنتي صاحبة برنامج مقالب توافقين عليه أنا اللي عمله أنا اللي عمله أي أنتي اللي تعملينا يعني أنتي قصدي أنا متتأوي موش الضيفة أيوة أنا الموزيعة بس أنا بحب الحاجات دي أوش آه أوكي أنا أحب أعمل مقالب تحبين التوين بالناس بس ما تحبين ناس تتوين معاش أوكي نتمنوا نتمنوا لا أنا بحاجة عم جامعية بس أنا عم كده في الناس بس بصراحة زينا يعني أنا بحاجة أن رمض بيلاقي متعة يعني كنت يعني تتمنى لو أنتي كنت موجودة مع رمض و يعني أخدت المقلب أنا بصي بصي أقولك على حاجة يا رامل بصي بكل الحاجات اللي بيعملها دي أنا بحبه قوي هو ساحبي وأنا بحبه جدا ومموت فيه وبدحكني والمقلب بتاعه على فكرة آآ بيدحك يعني أنا ب صحيح آآ آآ وقتها أنا أنا رحت المقلب بتاع السيارة لو واتبهدلت وكنت بموت وروحت تبه تطلع بس وأنا بتفرج على الحلقة مبسطة يعني تيبك من وقت المقلب هو وقت المقلب دي بحاجة تعبه جدا صح والله العظيم والله العظيم أنا كان قلبي بجد جدي ضربات قلب وكنت هموت وحيت ربينا عشان ده اختواصل فتعبت جدا عادت أقول لهما أنا بموت أنا عادت أنك بتعذره بس أنا بموت فلما تفرجت على الحلقة كنت قاعدة مفتوطة وباتحك قوي وكده وكت مفتوطة ومفتوطة أنها صلاحة في البرنامج يعني ما زعلتش خالط الحقيقة يعني كانت حلوة هو إزاي أنت بتهزري هي بتفرق أنت إزاي بتهزري أكيد يعني كانت يعني إما بتهزري ودمت خفيفة إما بتهزري ورخمة صحيح بتهزري بتهزري ودمت قيل بتهزري ومتجاوزة فيه فيه تجاوز فيه فصلة كده ما بين إن أنت بتهزري وإن أنت بايخة أكيد فأنا محبش البوافق بس بصراحة زينا إحنا سعداء في هذا الاتصال وهذه المداخلة اللطيفة بس أنا المفتوطة جدا أنا كنت فيه حاجة بقولها قبل ما الخط يقطع أنا أول ما عملت أفلام في حياتي كان فيه عندكو موزع اسمه الأستاذ هشامل غانب كان بيشتري الأفلام اللي أنا فيها فأقوله ليه بتشتري بيقولولي بيشتري الواجب ده بيشتري كل الأفلام اللي أنا فيها فأقلت لكم مرة فأقولت له حاليك بيشتري ليه الأفلام اللي أنا فيها قال لي عشان أنت الشعب الكويت بيحبك قوي صحيح أنت بعروفة عندنا خطوة أنت معروفة في مصر صحيح كله بجلد الله فمن ساعاتها وأنا عارفة عارفة مدى حبوكو ليا ومدى حظي لي والله بيزيب واحترامي وتأديري وكل سنو وانت طيبين ورمضان كريم عليكم وعيد مبارك أيامك سعيدة يا رب وفعلا جمهورك كبير في الكويت وفي الخليج بشكل عام سعداء في هذا التواصل الجميل وسماع صوتش وإن شاء الله يعني شوي تأثرت بسينة خلونا نشوف هذا التقرير نستقبل ضيفتنا نجمة فعلا تسيدت في هذه السنة في رمضان